تمعن ميليشيات الحوثي الإرهابية في تجريد المرأة من كل ما يمكنها النهوض والاستقرار بالمجتمع اليمني فقد احتلت اليمن المرتبة الأخيرة في مؤشر الفجوة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي وفي عام 2021 تم تصنيف اليمن في المرتبة الأسوأ في العالم لحقوق المرأة وبحسب الأمم المتحدة فقد ازدادت الاعتداءات وسوء المعاملة التي تستهدف النساء في مناطق سيطرة ميليشي الحوثي بنسبة 63% وأظهرت نتائج تحليل النوع الاجتماعي في اليمن لعام 2020 والذي أجرته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن أن هناك نقصا في التعاون بين الجهات المانحة وأصحاب المصلحة في مناطق سيطرة الميليشيات والتي أصبحت أماكن معقدة لتنفيذ برامج النوع الاجتماعي وأشارت نتائج التحليل والتي أظهرت بعض الظواهر التي تعاني منها الفتيات اليمنيات في مناطق سيطرة الميليشيات حيث يتعرضنا للزواج المبكر والتسرب من التعليم وارتفاع حدوث العنف المبني على النوع الاجتماعي في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي وخاصة الفئات الأكثر ضعفا من الفتيات المراهقات في المناطق الريفية ونساء المهمشات والأسر التي تعولها نساء هذا وتؤكد التقارير الدولية اتساع الأمية بين النساء في اليمن وبما يعادل 75% من إجمالي عددهن في حين أن النسبة المتبقية والتي تمثل 25% يعانين أيضا من تراجع أداء تعليمهن أما على صعيد مشاركة المرأة في الحياة المجتمعية والسياسية فعملت الميليشيات على تحجيم بل وتقزيم دور المرأة وإجبارها على ترك المناصب العليا في مؤسسات الدولة ومحاولة استخدام المرأة كأداة في الحجد والمناصرة فقط ولا وجود لها في صناعة القرار هذه الانتهاكات المتعددة والتي ترتكبها ميليشي الحوثي الإنقلابية يجرمها القانون الدولي والإنساني ويصنفها جرائم ضد الإنسانية وتستوجب تقديم مرتكبها إلى المحاكمة ويبقى السؤال مطروحا متى ستتم محاسبة تلك الميليشيات على جرائمها ترجمة نانسي قنقر